كروتش انا عملت ام بادي وتلعلي في التفريق بتاعنا حاجة اسمها البي ام اي وتلعلي رقم طب ايه كروتش البي ام اي دوت والرقم دوت كويس ولا وحش النهاردة هنتكلم عالبي اي وازاي تحسبه لو ما عملتش ام بادي تحسبه يده وازاي وهل معادلة ديت نجحة ولا فشلة وكل حاجة عن البي ام اي يلا بقى نبدأ موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة مع الكابتن اوكرا والنهاردة حلقة هنتكلم فيها عن مصطلح البي ام اي او البي ام اي او مؤشر كتليك الجسم اول حاجة المصطلح ده او معناه بيان من اسمه باللغة العربية يعني شكل الجسم ايه انا لما اشوف الرقم ده من غير ما اشوف الشخص اقوله على الشخص ده نحيف ولا طبيعي ولا اوبرويت ولا اوبيز ولا ايه بالظبط جسمه عامل ازاي من غير ما اشوف يبقى الرقم اللي بيطلع بنشوفه في قلب الجدول بتاعنا اللي انا دلوقتي كمان شوية هنعرف الشخص اللي قدامي شكله ايه من غير ما اشوف طب انا عملت الام بادي فاطلع اللي رقم ساعتها هتشوف في الجدول اللي هنعرضه كمان شوية فعارفت ايه طب انا ما عدملتش ام بادي يا كابتن وعاوز اعرف انا ايه من غير ما عامل ام بادي كل المعطيات اللي هنحتاجها طولك ووزنك وهنبتدي نعملها في المعادلة اللي هقول هالر دلوقتي المعادلة عندنا منقسمة الكروسمين الكروسمة عندنا في الوطن العربي او اي بلد بتوزن او بتحسب الحسابات بتاعتها بالكيلو جرام للوزن وبالسنتيمتر او بالمتر للطول الطريقة التانية هتبقى للبلاد اللي بتحسب الطول بتاعها بالانش والوزن بتاعها بالبوند هنبدأ بالاول بالليها مش هنستعملها دي وبعدين نخش بها بتاعتنا ونغوت شوية لو انا هعمل المعادلة بتاعت بالانش وبالويت هدي بالوزن بتاع الشخص دوت بالبوند وهبتدي اقسمه على طوله بالانش تربيع تربيع مش في اتنين يعني ايه تربيع لو انا طولي مثلا او انا وزني دلوقتي متين وعشرين بوند وطولي مثلا ستة انش سبعة انش بعمل سبعة انش في السبعة انش من سبعة انش في اتنين الرقم بيختلف خالص وحاصل الاسم اللي احنا عملناه ده باضربه في سبعمية وتلاتة بيطلع لي رقم الرقم ده اللي هنشوفه في الجدول كمان شوية عشان اعرف بعدنا عن الطريقة اللي احنا مش هنستعملها نروح بقى للطريقة بتاعتنا خالص اللي احنا المحببه لنا اول اللي نعرف نستعملها وهي الوزن بالكيلو جرام والطول بالمتر مش بالسنتي متر هناخد المثال بتاعنا عن شخص طوله مية وسبعين سنتي ووزنه خمسة وسبعين كيلو هنبتدي نحسب هنقول خمسة وسبعين كيلو على احنا قلنا الطول بناخده بالمتر مش بالسنتي يبقى هتبقى واحد بوينت سيفن يعني واحد وسبعة من عشرة في واحد وسبعة من عشرة هيطلع للسكور بتاعنا خمسة وسبعين على تنين تسعة وتمانين من مية هيتطلع للرقم الإدمالي خمسة وعشرين وخمسة وتسعين من مية طب الرقم ده بقى نعمل ايه؟ هنبشي للجدول اللي قدمر ده دلوقتي وهنلاقي فيه ست اختيارات معانا متقسمة من اول الاندرويت للنورمل للأوفر ويت والأوبيس داي معانا التلاتة اوبيس 1 اوبيس 2 اوبيس 3 اي رقم هيطلع معانا تحت الاندر 18 ونص فده من نسبالي اندرويت بعد كده الخانة التانية وهي هتبقى من 18 لحد خمسة وعشرين او 24 وتسعة من عشرة وهيبقى ده الشخص النورمل بعد ابتداء الرقم الثالث الاوفر ويت وبيبدأ معانا من 25 لحد 29 وتسعة من عشرة بعد ابتداء هنبتد نخش في الابيس الابيس بيبدأ معانا من اول فوق 30 هيتقسم معانا للتالة كلاسات الاولاني من 30 لحد 34 وتسعة من عشرة الكلاس 2 هيبدأ معانا من اول 35 لحد 39 وتسعة من عشرة والكلاس 3 اوبر 40 يبقى انا زي ما قلنا الجدول بتاعنا بدأنا نعرف منه المؤشرات او الشخص اللي قدامي ايه بعد الجدول دوت يبقى لو انت عملت انبادي مش محتر تحسب يدويه وشوفت المؤشر بتاعك وعرف في شكل جسمك ايه وتقدر تلعب على الارقام ايه لكن لو انت مش عامل انبادي وعاوز تعرف هتعمل المعادلة بتاعتنا طب المعادلة دي نجحة ولا فشلة ولا تنفع مع كل الناس ولا ما تنفعش البيم ايه تنفع مع اي شخص طبيعي عادي معادة البادي بيلدر لان احنا قلنا ما بنحسبش الفات برسنت ولا المصر برسنت يعني ولا بحسب نسبة الدهون ولا نسبة العضلات انا باخد وزن على طول واقول لك رقمك كذا يبقى انت شكلك كذا يعني اي شخص رياضي طبيعي عادي خالص او شخص يمشي في الشارع او اي شخص بعيد عن المصرح نقدر نعمل الموضوع ده ليه لانه لو جبت بادي بيلدر وطلعته في المعادلة دي هيطلع لي او بيس كلاس ري او كلاس تو ليه لانه هيطلع تلاتة واربعين خمسة واربعين لانه وزنه مش متناسب مع طوله خالص عشان نسبة المصر تتير جدا يبقى المعادلة دي تمشي مع كل الناس مع ده البادي بيلدر ما تروحش البادي بيلدر وتقول له انت او بيس هيضربك لانه عنده نسبة عضلات عالية جدا والمعادلة دي ما بترعيش الموضوع ده يريد تكونوا استفدت من الحلقة بتاعت النهاردة الحلقة تزغيرة بنشرح حاجة الناس كتير بتاتة جهالة عشان مش عارفة يعني ايه شرحنا بطريقة سهلة وبسيطة وريدت الحلقة بتاعت النهاردة على بيتك واكيد لو على بيتك مش هستخدم تعمل الحلقة لايك تنماتم قبطن رد